ماليفيسنت هي جنية قوية تعيش في مورز عالم غابة سحري على حند مملكة بشرية عندما كانت فتاة صغيرة تتقي ماليفيسنت بفتاة بشري من الفلاحين يدعى ستيفن ويقع في حبها ولكن هذا الحب لا يدوم حيث أنه يطغط طموح على حبه وينفصل الاثنان وتصبح ماليفيسنت حاميا للمورز عندما حاول الملك هيري غزو هذه الغابة صابته ماليفيسنت بجروح قاتلة فأعلن من يقتل ماليفيسنت سيعطيه الملك ويزوجه ابنته فطمع ستيفن بالملك وذهب إلى ماليفيسنت وخدرها وقطع جناحيها بآلة حديد حيث هاي الآلة الحديد هو قاتل الجنيات بعدين لما صحت ماليفيسنت وشافت أن جناحيها مقطوعين عرفت أن ستيفن خدعها فأحست بالثأر وأحست بالانتقام أنه لازم تنتقم من ستيفن وهي رجع إلى مملكتها شافت غراب مسكين صاده واحد الفلاحين رح يقتله فساعدته وحولته إلى بشري وكان ثمن أنها أنقضت حياته أنه يصير جناحيها ويجيبها لأخبار من قصر ستيفن حتى يوم جاب لها خبر أنه الملكة حاملة أنها راح تخلف بعدين لما جابت المولودة جابت مولودة بنت وسموها أورورا فإجا عملوا حفلة كبيرة عشان يستقبلوا الهدايا وفعلا كثير من الممالك يجوا عشان يباركوا يجيبوا هدايا حتى الجنيات الثلاث فراحت من الفسنت إلى هاي الحفلة وعطت البنت هدية كانت لعنة أنها تكون معاها طول العمر وهي إلى ما تقدر لما تكمل الست عشر سنة أنه يغزها إبرة مخزل وتنام يعني شبه الأموات حتى أنها يجي لحد يعطيها قبلة من حب حقيقي راح تصحف بعدما ألقت التعويدة ماريسنت أمر ستيفن كل الآلات الغزل الغزل الصوف إنها تنحرق وكلياتها وممنوع تدخل المملكة أي واحدة منها حتى إنه أبعد بنته عن القصر وودها مع الجنيات الثلاثة إلى الغابة البعيدة يربوها ويرجعوها لما يصير عمرها ستعشر سنة بعد ستعشر سنة بيوم ولكن كان الجنيات لا يفقه شيئا بتربية الأطفال وكانوا يعني وكانوا مهملات فكانت ماريسنت تراقب الوضع من البعيد لبعيد وتراقب البنت ماريسنت ما بتحب الأطفال فكانت تراقبها من البعيد لبعيد وكان دايما الغراب اللي هو الجنة هيها اعتبرته يجيبها الأخبار أول في أول وكبرت أورورا وكانت ماريسنت تراقبها بكل خطوة حتى إنها كانت أورورا تيجي عندها على الغابة اللي حولتها لغابة الظلام وحامتها بأشواك وأشجار مليئة بالأشواك عشان ما حدا يقدر من الجنود يدخل عندها فكبرت أورورا وراحت شافت ماريسنت وصارت تروح عندها كل يوم وصارت تخيلت أنه هي الجنية الخيالية اللي بتحميها لسه ما كانت تعرفة شيء عن التعويدة حتى كان قبل ما تكمل الست عشر بيوم راحت عند ماريسنت وطلبت منها إنها تعيش عندها للأبد فحكت لها ماريسنت أنه ما عندها مانع إنها تيجي تعيش عندها فراحت عشان تخبر خالاتها إنه هي من الجنية الثلاث فحكو لها إنه هذا مستحيل لأنه ماريسنت هي أصلا أرقط عليها تعويدة شريرة ما تقدر أصلا تروح تعيش عندها فتغضى بأورورا وتروح عقصر أبوها طبعا أبوها ما يعرفها إنها أصلا جاي بعد 16 سنة فأمر بحبسها ولكن التعويدة كانت قوية أخذتها لامحل في مغزل وفي هذه الأثناء كانت مانيسنت جابت أمير كان قابل أورورا على أساس إنه هو إنه يصحيها من السبات ولكن للأسف ما زبط فراحت مانيسنت تعتدرت من أورورا وحكيت لها إنه هي احتلت جزء من قلبها وهي فعلا إنها هي بتحبها كي زي أمها وعطتها قبلة على رأسها فصحيت مباشرة فهنا عرفت إنه الحب الحقيقي هي حب الأمومة إنه أقوى من أي حب بين طرفين بعدين راحت أورورا بدها تروح مع فليسنت ولكن ستيفن كان عامل فخ فحبس أورورا بالسلاسل الشبكة الحديد وطبعا الحديد كان قاتل للجنيات فقواها ما قدرت تستخدمها وهي محبوسة في شبك الحديد حتى الغراب اللي كان خادمها حواته لتنين وكمان التنين قدروا إنه يمسكوا فهون جنحين فليسنت صاروا يتحركوا وكانت أورورا موجودة فحررتهم وراحوا التسقوا في ظهر ماليسنت ورجعت الطير طبعا هنا ستيفن ما استسلم كان بدي يقتلها فمسكها فأخذته معها إلى على البرج ووقعهم من اتنين هي قدرت الطير لأنه عندها جناحين أما هو مات نهاية الفيلم كانت سعيدة حيث أنه أورورا صارت ملكة على الغابة السحرية وعلى مملكتها وتزوجت الأمير وهيكا انتهت قصة فيلم ماليسنت اللي هي كان هذا الفيلم بطولة أنجينا جولي وتم إنتاجه 2014 و14